بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب نحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير لن لا تبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إنني لكم منه نذير وبشير وأني اصفروا ربك ثم توبوا إليه وأني اصفروا ربك ثم توبوا إليه يمتقوا متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسرون صدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستشعون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما أعلنهم إنه عليم بذات الصدور وما من دابة فرض إلا على الله رزقها ويعلموا مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق سماوات ومرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوتون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولا إن أخرنا عنهم عذاب إلى أمة مدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به سزئون ولئن ذقنا الإنسان منها رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن ذقناه نعمى أبد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مفرة وأجر كبير فلعلك تارك بضمى لا يوحى إلك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنزل أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من السطة من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهلمتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الحزاب فالنار موعده فلا تك فيه مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن اضرم من من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبونها عوجا وهم بلاخرته كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في رضي وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفسرون لا جرم أنهم في الآخرتهم نخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى والصم والبصير والسميع هل السوجان مثلا أفلا تذكرون ولقد رسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم نليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراثلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل أظنكم كاذبين قال يا قومي أرائتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطار بالذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني ألاكم قوما تجلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لك مندي خزائن الله ولا ألم غيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم بالله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يهويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترأه قول إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوحنا أنه ليؤمن من قومك إلا من قداما فلا ترتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء آمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين وألك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربه لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معجل يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وخليعي وغيظ الماء وقضي نمر الساوية على الجهود وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من لي وإن وذاك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من لك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من خاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم لنا عذاب نليين تلك من عنباء الغلب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخواهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توقوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتغلوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببيرة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن لاترك بضو آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة لله وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلوتكم ما أرسلت به إليكم وإسخلفوا ربي قوم غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء آمرنا نجيناه هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من أرض يسعمركم فيها فستغفروه ثم توبوا إله إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنانا أن نعبد ما يبد آباؤنا أن نعبد ما يبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إله غريب قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فاثروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعدون غير مكذوب فلما جاء آمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم اغنوا فيهاهم ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أو جسم نخيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرعو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواهم منيب يا إبراهيم وعرض عناذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوط سيء بهم وضاق بهم فرعا وقال هذا يوم العصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم افتقوا الله وذا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لون لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع إلى الليل ولا يلتفت منكم أحد لمرأتك إنه مصيب ما أصابهم إن معدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومت عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاه شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما تنقص المكان والميزان وإن إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكان والميزان بالقصر ولا ترخص الناس أشياء هم ولا تتوفي الأرض مبسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعب أصلواتك تامر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إن كن أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت عابينة من ربي ورزق من رزق رزق حسنا وما أريد أن خالف ، من أريد الرحل أن ويا قوم لا يجرمنكم شقاقيا يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوحين وقوم هودين وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعب ما نفخه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا ولولا رهتك رجناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرطي أعز عليكم من الله واتخت سبوه وراءكم ظهيا إن ربي بما سمنون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخسيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء آمرنا أنجينا شعبا والذين آمنوا معه برحمة من نار وأخذت الذين ظرموا الصحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم اغنوا فيها ألا بعدا لمدينا كما بعد تسمود ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الربد المرفود ذلك من أنباء القرآن تصه عليك منها قائم وحصيد وما صرناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوه غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ قرآ وهي ظالمة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له النار وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلب نفس لله بإذنه فمنه شقي وتعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيخ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فحال لما يريد إن ربك فعطاء غير مشروف إن ربك فلا تكو في مريات إن ربك فعطاء غير مشروف مما يبد هؤلاء ما يبدون إلا كما يبد آباء من قبل وإلا لبوكوه مطيبه غير معطور ولقد آتينا موسى الكتاب اختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه بريد وإن كل ما ليفينه ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير أغسقك ما أمث ومن ساب معك ولا تطغل إنه بما تمنون بصير ولا تكنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنكرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من أولاي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكران الزاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبركم أولو بقية ينون عن فساد فرض إلا قليلا ممن نمجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وألها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من جنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ومعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون منوا على مكانتكم إنا عاملون وانفطروا إنا منفطرون ولله غيب السماوات وغر وإله يرجع لمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تملون